بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب ان شاء الله هنبتد مع بعض الجزء الرابع من الفصل التالت لمقرر النظم بالمعالج قد دقل في الجزء ده جماعة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه الامديات أدريسنج والإندياريكت أدريسنج معنا جماعة كلمة امديات أدريسنج اللي هو العنوان الفوري او الحالي يعني ايه جماعة يعني احنا اتفاقنا ان الممبر بيبقى فاقي الانستركشن الذي يتكون من اوب كوت وايه وادرس في الحالة دي بيبقى ايه العنوان اللي هو ايه اللي بيشاور على الداتا هو نفس الداتا المطلوبة معا اذا في الحالة دي يا جماعة يبقى ان العنوان اللي قدامك ده هو اللي بيشاور على الداتا اللي هم مقصود بيه الاشارة الى البيانات او الاوبراند اللي موجودة فين في الممري هو نفس الداتا الاوبراند نفسها وفي الحالة دي بيسموه ايه بقى جماعة امديات أدريسنج العنوان الفوري يعني عنوان هيؤدلك فوريا الى الـ data اللي هي المطلوبة اصلا. معايا جميل نشوف مع بعض الـ indirect addressing او العنوانة الغير مباشرة وفيها نوعين فيها memory indirect وتاني اسمه ايه register indirect. طيب يا جماعة نشوف مع بعض جزء جزء كده اول حاجة الممري indirect بيقول لك بيقول لك بيبقى فيه امر instruction موجود في الزاكرة يعني نقسم لك جزئين obcode وaddress معايا جميل الـ address ده هو بيشاور على obrand ده رقم خط رقم واحد ثم الـ obrand ده هو عنوان للـ obrand المطلوب اللي هو ده معايا اذا الـ obrand الاخير ده هو required المطلوب وقدرنا نوصل له ازاي يا جماعة قدرنا نوصل له عن طريق ما الـ الامر الامر ايه هيه العنوان الخاص بالامر شاور على obrand الـ obrand ده كمان ايه هو عبارة عن عنوان لمين للـ obrand المطلوب في الحال ديت احنا وصلنا للـ obrand المطلوب ده جماعة بس بطريقة غير مباشرة عن طريق ايه هيه مرحلة انتقالية لها الـ obrand اللي انت شايفة قدامك طيب عشان كده ساموها ايه memory indirect طيب تعالي نشوف مع بعض register indirect اللي هو ايه هي الوصول الغير مباشر بس عن طريق register اللي بيحصل الامر بيبقى فيه obcode واشارة لرجستر الرجستر ده بقى ايه بينروحه زي ما انت شايف كده وهو بيبقى يحمل جواه عنوان هو عنوان للـ obrand المطلوب اذا المرحلة الوسطية ديت تمت عن طريق register عشان كده ساموها ايه بقى register indirect والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته